اشتركوا في القناة جناح الدفاع الجوي بسلاح الجو الملكي البحريني من إتقان لرماية هذه الصواريخ ودقة إصابتها للأهداف حيث أن لهذه الرماية الحية أهمية كبيرة لاكتساب المزيد من الخبرة الميدانية ولرفع مستوى الكفاءة العسكرية والجاهزية القتالية من خلال تبادل الخبرات والمهارات الميدانية مع القوات الشقيقة في كافة المجالات ومجالات العمليات القتالية والإسناد اللوجستي للقوات ما يزيد هذا السلاح الحيوي قوة ومتانة حتى أصبح قوة حديثة تضاهي أفضل القوات في هذا المجال تسليحا وتدريبا ويأتي تنفيذ رماية الهوك بدولة الإمارات العربية المتحدة ليعكس مدى الترابط الأخوي في العلاقات الوثيقة بين البحرين والإمارات والتي لها جذور تاريخية قديمة يرعاها ويعززها جلالة الملك المفدى القائد الأعلى وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر